الحربي يشهد افتتاح عمل تطوير مستشفى طنطا العسكري كان طبعا موجود سيدة فريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلح نتابع افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكري وذلك بعد تطويرها وفقا لاحدث النظم الطبية العالمية والقى رئيس هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك احدث المنظومات الطبية العالمية وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلما تسجيليا من اعداد ادارة الشؤون المعنوية تناول اعمال تطوير مستشفى طنط العسكري وذلك بعد ان تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لاحدث نظم الادارة الطبية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذله من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الاسلحة التخصصية كما اشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها وقدم مدير ادارة الخدمات الطبية عرضا تناول شرحا تفصليا للمستشفى وكافة الجوانب الانشائية والطبية المتطورات بها والتي روعي فيها اتباع احدث النظم الطبية الحديثة وذلك بعد ان تم رفع كفاءتها الفنية والادارية وتزويدها باحدث الاجهزة والمنظومات الطبية وتفقد الفريق اول محمد زكي عددا من العيادات التخصصية بالمستشفى وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرف اقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات والتي تم تنفيذها وفقا لاحدث المنظومات الطبية المتطورة حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والامنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة